السلام عليكم ورحمة الله اليوم مع الجيد المستوى السادس الصفحة 60 العدد الكسرية العمليات الحسابية يعني الجمع والطرح والضرب والقسمة جيد اذا هذا تتمت للفيديوهات السابقة احسب و اقدم النتيجة على شكل عدد كسري مختزل اذا اعتقد ان من خلال الفيديوهات السابقة تعلمنا كيف ننجز الجمع والطرح والضرب والقسمة اذا نتمنى في هذا الفيديو تكونوا انجزتم وتصحوا من خلال هذا الفيديو ان شاء الله احسب و اقدم النتيجة على شكل عدد كسري مختزل اذا نبدأ بالثلاثة على خمسة واحد على ثلاثة نعلم ان القسمة دائما القاعدة تقول نحتفظ بالعدد الكسري الاول ضرب مقلوب ثاني اذا ثلاثة نضرب ثلاثة تسعة و خمسة ضرب خمسة خمسة ضرب واحد خمسة ثم العملية المولية اثنى عشر على السبعة قسمة اربعة مطابعة حال على واحد نحتفظ بالعدد الكسري الاول و نضرب في مقلوب ثاني ثم اثنى عشر ضرب واحد اثنى عشر وسبعة ضرب اربعة تمانية وعشرون قاسم المشترك هو اربعة اذا اثنى عشر قسمة اربعة ثلاثة تمانية وعشرون قسمة اربعة سبعة ثم واحد على اثنان قسمة واحد فاصلة خمسة من طبيعة الحال نحول هذا العدد العشري لعدد كسري اذا واحد على اثنان قسمة هنا عدي عشر هذه الفاصلة بمعنى خمسة عشر على عشرة اذا هي نحتفظ بالعدد الكسري الاول ونضربه في مقلوب الثاني اذا واحد ضرب عشرة عشرة اثنان ضرب خمسة عشر تلاتون لكن الصفر الصفر في الوحدات بمعنى من مضاعفات عشرة اذا هنا واحد على ثلاثة ثم السطر الثاني اربعة على ثلاثة ثلاثة قسمة واحد فاصلة خمسة بنفس الطريقة اربعة على ثلاثة قسمة هنا خمسة عشر عشر لانا رقم واحد وراء الفاصلة اربعة على ثلاثة ضرب للمقلوب من طبيعة الحال اربعة ضرب عشرة اربعون ولا بغيت نختازل عشرة نضرب ممكن ثلاثة ضرب خمسة عشر خمسة واربعون سكين السفر الواحد في الوحدات بمعنى من مضاعفات خمسة اذا اربعون قسمة خمسة تمانية وهنا قسمة خمسة تسعة ثم تسعة على اثنان قسمة واحد على اربعة اذا نحتفظ بالعدد الكسري الاول ونضربه في مقلوب التاني تسعة ضرب اربعة ستة وتلاتون واتنان ضرب واحد اثنان اذا نقتازل باثنان اذا تمانية عشر على واحد ثم تمانية تمانية على ثلاثة عشر قسمة خمسة عشر طبيعة الحال على واحد اذا نحتفظ بالاول ونضرب في مقلوب تاني إذن ثماني ضرب واحد ثمانية وثلاثة عشر ضرب خمسة عشر نحسب إذن هنا خمسة وستون ثلاثة عشر خمسة تسعة واحدة المائة وخمسة وتسعون ثم اثنان على ثلاثة قسمة واحد على اثنان إذن نحتفظ بالأول ونضربه في مقلوب ثاني ديما القسمة ونضربه ونقلبه لعدد الكسري الثاني إذن أربعة على ثلاثة اثنان في اثنان أربعة وثلاثة في واحد ثلاثة ثم ثلاثة على خمسة قسمة سفر فاصلة ثلاثة إذن نحول العدد الكسري العشاري إلى عدد كسري ثلاثة عشر لنعندي رقم وراء الفاصلة إذن هي ثلاثة على خمسة قسمة نضرها ضرب ونقلبه لعدد الكسري ثاني هنا لك نغير الضرب ونختاز له قطريا يعني ثلاثة مع ثلاثة هتبقى عشارة على خمسة مضعف مشارك أو قاسم مشارك عفون وخمسة إذن خمسة اثنان وخمسة على خمسة هي واحد إذن هي اثنان ثم آخر عملية واحد على ثلاثة قسمة عشورين واحد على ثلاثة قسمة عشورين إذن نحتفظ بالأول نحول العدد العشاري اللي هو اثنان على عشرة لنه رقم واحد وراء الفاصلة الآن العدد الكسري الأول ضرب مقلوب ثاني إذن واحد ضرب عشرة عشرة وثلاثة ضرب اثنان ستة نقسمه على اثنان إذن خمسة على ثلاثة جيدنا مرآن إلى التمرير رقم ثمانية عشر ذوك أحسبه وأقدم النتيجة على شكل عدد كسري مختازة يعني بنفس الطريقة إذن ثمانية عشر إذن لدي واحد على اربعة زائد اثنان على ثلاثة قسمة واحد على اثنان زائد واحد على ستة إذن هنحسب بين قوسين بوحده إذن واحد ضرب ثلاثة ثلاثة اثنان ضرب اربعة تمانية اربعة ضرب ثلاثة اثنى عشر ثلاثة زائد ثمانية احدى عشر على اثنى عشر العدد الكسري الثاني إذن ستة اثنان اثنان ضرب ستة اثنى عشر إذن هي تمانية على اثنى عشر نقسم على اربعة إذن اثنان على ثلاثة الآن المجموع الأول حصلت على احدى عشر على اثنى عشر قسمة المجموع الثاني حصلت على اثنان على ثلاثة إذن احدى عشر على اثنى عشر ضرب المقلوب إذن هي ثلاثة وثلاثون واثنى عشر ضرب اثنان اربعة وعشرون القاسم المشترك هو ثلاثة لأن هنا لجمعة الأرقام ثلاثة زائد ثلاثة ستة من مضاعفات ثلاثة اربعة زائد جوشت ستة من مضاعفات ثلاثة إذن ستعطيني احداش وهنا هي لقسمة على ثلاثة ستعطيني تمانية جيد العملية الموالية إذن خمسة على تمانية زائد واحد على تلاثة قسمة سبعة على خمس إذن خمسة على تمانية زائد واحد على تلاثة تساوي إذن خمسة ضرب تلاثة خمسة عشر واحد ضرب تمانية تمانية وخمسة ضرب تلاثة أربعة وعشرون إذن هنا لجمعنات تحطينا تلاثة وعشرون على أربعة وعشرون الآن هذا المجموع اللي هو تلاثة وعشرون على 24 نقسمه على 7 على 5 إذن نحتفظ بالعدد الكسري الأول ونضربه في مقلوب الثاني إذن 5 ضرب 3 15 5 ضرب 12 زي الاحتفاظ 11 7 ضرب 24 28 7 ضرب 24 16 16 إذن هو غير قابل للاختزال جيد ثم الآن العملية الموالية إذن هي هذه إذن نعدي 5 على 7 زائد 8 على 5 1 ناقص 3 على 4 1 ناقص 1 على 5 5 5 على 6 زائد 1 إذن هذه العملية إذن هنا هنحن نحسب كل العملية ببعدها نبدأ بالفوق مثلا 5 على 7 زائد 8 على 5 إذن هي 5 في 5 25 وعشرون وعشرون والثمانية فسبعة ستة وخمسون والثبعة فخمسة خمسة وثلاثون تساوي إذن خمسة وثلاثون إذن خمسة وعشرون زائد ستة وخمسون هنا 11 عشر خمسة سبعة ثمانية إذن 81 على 35 وثلاثون إذن هو غير قابل للاختزال جيد نحسب الآن هذا العملية اللي في الأسفل إذن نبحث على 1 إذن 1 ضرب 4 4 3 1 3 1 4 4 إذن 1 على 4 مزيد نحسب هذا بابة هذه 1 نقص 1 على 5 إذن 5 نقص 1 1 1 1 5 5 إذن هي 4 على 5 نحسب دبادل في الأسفل إذن هي نحل على 1 إذن 5 1 5 1 6 6 6 6 إذن 11 على 6 جيد الآن لاحظوا هذا العدد الكسري الأول النصف العملية الأول 5 على 7 8 على 5 لقى 81 على 35 إذن نكتب ها بلاست لقى 81 على 35 و 1 ناقص 3 على 4 لقى 1 على 4 نكتب بلاست قسمة بلاست 1 على 5 لقى 4 على 5 وهذا لقى 11 على 6 جيد الآن هذا الخط الكسير هو قسمة نيش يعني 81 على 35 قسمة 1 على 4 إذن 81 على 35 قسمة 1 على 4 نكتب بها الطريقة بحال إذن نحتفظ بالأول ونضرب في مقلوب الثاني الآن تضرب البسط في البسط 4 على 1 4 4 8 2 30 هنا 5 و 3 جيد دابل نصف الثاني 4 على 5 قسمة هذا قسمة 11 على 6 إذن 4 على 5 هذا يرجع ضرب وهذا يتقلب إذا 4 على 6 24 5 15 55 50 مزيان هذه العملية الأول قسمة 1 على 4 عطا 324 على 35 نكتب ه في المكان 324 على 35 30 قسمة هذه العملية هذه ضرب في المقلوب 11 على 6 عطا 24 على 5 50 إذا نحتفظه بالعدد الكسري الأول ونضربه في مقلوب ثاني دقي مشتو كل جزء قدرناه ببعده في الأخر عودنا إذا هنا الضرب إذا نضربه 324 في 55 ونضربه 35 في 24 20 إذا قدر نستعنه بالآلة ثم ثم 35 ثم 35 ضرب 24 وتعطينا 800 واربعون إذا أول شيء كان صفر صفر نقسم على 10 على 10 إذا هتبقى غير 1782 على 84 80 كان 82 رغم المضاعفات ليس مضاعفات 4 إذا نقسم على 2 2 لأن زوجي زوجي إذا 1782 1782 1782 إذا قسمناها على 2 تعطينا 891 وهذه اللي قسمنا على 2 تعطينا 2 واربعون من طبيعة حال جمعة الأرقام 1 زائد 19 عشر زائد 8 18 من مضاعفات 3 2 زائد 4 6 من مضاعفات 3 إذا نقسم على 3 3 إذا هذا لقسمناها على 3 891 نقسمناها على 3 سأعطينا 20 97 42 إذا قسمناها على 3 سأعطينا 4 14 10 جيد نمر الآن إلى العملية الأخيرة في هذا التمرين وهي 7 على 2 نقص 1 على 5 قسمة 4 على 5 نقص 1 على 3 إذن بدوب هذا 7 ضرب 5 35 1 ضرب 2 2 2 ضرب 15 10 إذن هي 33 على 10 ثم ثاني 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 إذا نقدر نختازل بهذه الخمسة مع خمسة إذا ثلاثة في ثلاثة وتلاثة وتلاثين هي تسع وتتسعين وسبعة في جوج هي هي ربعتاش ما بشوش تديره بحل كويه تقدروا من هنا من هذي تقدروا تديروا ثلاثة وتلاثين في خمسة عشر وكلا حسبناها على الحاسبية ثلاثة وتلاثين في خمسة عشر وتعطيني ربعمية وخمسة وتسعين وعشرة فسبعة سبعين هنا الخمسة الصيفر هنختازل بخمسة خمسة هذا على خمسة ربعتاش وهذا نقسم على خمسة يعطيني تسع وتسعين دونكر نفس الجاوب حال بحال جيد نهان نمر إلى التمرير رقم تسعة عشر دونكر تم توزيع مبلغ خمسمة أو ستتونة درهم بين زينب ويدريس هذا المبلغ وقسمنا على زينب إدريس إذا كانت حصة زينب تمثله ثلاثة أتمان المبلغ الموزع إذا زينب خادت ثلاثة على ثمانية وحسب حصة إدريس بالدرهم جيد إذا من هنا تسعة عشر إذا نحسب حصة زينب بالدرهم ونقصها من خمسة ومستين ستعطينا هذه الإدريس إذا الطريقة الأولى هذه الطريقة الأولى إذا حصة زينب بالدرهم إذا خمسمة أو ستون نضربها في ثلاثة على تمانية ديما نضربها في ثلاثة على تمانية على العدد الكسري اللي عندنا نضربها على واحد إذا ثلاثة في صفر صفر ثلاثة في ستة ثمنتاش في ستاش واحد في تمانية ثم نقسم الف ستمائة وتمانون على تمانية إذا إثنان سفر فواحد سفر فسفر والباقي سفر إذا مئتان وعشرة وبالتالي حصة إدريس إذا نحصل على دموما خمسمة أو ستون نقسم من هذه الزينب تعطينا هنا سفر هنا خمسة هنا ثلاثة هذه حصة إدريس طريقة ثانية هذه الطريقة الثانية عدنا حصة إدريس إذا نشحى الخضاة هي ثلاثة الأتمان ما معنى ذلك معنى أن المبلغ قسمناه على ثمانية لأن علاش ديما المقام ولكي ورني الكل إذا ها قطعة واحد جوش ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة تمانية هذو ما تمانية القطعة هذو هي شحال خاضت خاضت ثلاثة واحدة جوش ثلاثة شحال بقى الإدريس بقى عليها واحد جوش ثلاثة ربعة بقى ولي خمسة القطعة دونك خمسة بقى تلي خمسة على تمانية منين جبناها من الكل لأن هذا ولكي ورني الكل تمانية على تمانية ناقص شحال خاضت هي زينب ثلاثة على تمانية هي خمسة على تمانية إذا حصة إدريس هي خمسة على تمانية وبالتالي المبلغ اللي قسمه هو خمسمية وستين نضربه في خمسة على تمانية دبا هنا هي خاضت ثلاثة على تمانية يعني الكل كان هو تمانية القطعة هي خاضت ثلاثة نقص من تمانية على تمانية تبقى الإدريس خمسة على تمانية دبا المبلغ نضربه في خمسة على تمانية إذا خمسة في صفر صفر خمسة في ستة ثلاثين خمسة وعشرين وثلاثة تمانية وعشرين على على تمانية دبا الفين وتمانية نقسموها على على تمانية إذا آآ فيها ثلاثة أربعة وعشرين ربعة سفر نزلوا فيها خمسة خمسة في تمانية ربعين سفر نزلوا السفر الآخر فيها السفر والباقي سفر إذا تحال تلتمية وخمسين درهم نفس الجاوة تلتمية وخمسين تلتمية وخمسين طريقة صحيحة وهالطريقة صحيحة إذا علمت أن محتوى علبة طاحين هو 1 على 5 كيلوغرام من الطاحين يعني علبة طاحين كيس للطاحين للطقيق هو 1 على 5 كيلوغرام من الطاحين وحدد عدد العلب التي تكفي لملأ كيس ساعة وسط الكيلوغرامات إذن هنا واضح ستغنقسموه على الساعة دي الكيس واحد يعني ستنقسموه على 1 على 5 إذن عدد العلب عدد العلب هو إذن عددنا ستة الكيلوغرامات دلطين والأكية الصغيرة يعني ستنقسموها على 1 على خمسة إذن هي ستة على واحد هادفة وهذا نقلبوه ستف خمسة ثلاثين على واحد هي ثلاثين ثلاثين علم يعني الكيمية الكبيرة دلطقيق قسموها على ساعة الكيس الواحد أو كتلة الكيس الواحد عفوا مشي الساعة وقالنا فيها 5 على ساعة من الليل جوكاركيلو نومد ساعة لدينا التمرير هو هالتمرير بحاله نفسه كناية 2021 لنمبر 2 ساشت رمبله متع في الحال المملوء 200 لتر سنقسمها على 5 على 6 200 لتر سنقسمها على 5 على 6 لتر 220 لتر سنقسمها على 6 على 5 نحن نروبا 6 x 0 6 x 2 12 12 13 1 x 5 5 نحن نروبا نروبا 13 x 5 2 x 5 10 3 0 نروبا 32 x 5 6 6 x 5 30 2 0 نروبا نروبا 20 x 5 4 x 5 20 1 x 5 1 x 5 1 x 6 5 6 4 ساشي نروبا 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 السيتون شكرا لا تنسوا لايك للفيديو تشجع لنا والسلام عليكم ورحمة الله